السلام عليكم مزيكم عاملين ايه يا رب كنوا بخير معكم يسف الشبراوي ونهاردة فيديو جديد من سلفلة شرحات الشبراوي كتير مننا بيبقى عنده شاشة الكمبيوتر وحابب يشغلها على او حتى عنده شاشة الكمبيوتر لكن كارت الشاشة مثلا بيبقى فيه مدخل فبالتالي ما بيقدرش يوصل شاشة الكمبيوتر عشان هي مفهاش مدخل على الكارت فالنهاردة هنعرفك مجموعة من الكابلات اللي تقدر من خلالها تشغل شاشة الكمبيوتر على الريسيفر تلفزيون او تقدر تشغلها على كارت الشاشة بالرغم ان الشاشة ما فيهاش الاتش دي ام اي لو انت او مرة تشوفي المحتوى بتاعنا ما تنساش تضغط تحت على زر اللايك واشترك في القناة عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا اول باول مبدئين كده خلينا نتكلم على تشغيل شاشة الكمبيوتر تلفزيون احنا عندنا في الريسيفرات نوعين من الريسيفرات الريسيفر اللي هو القديم اللي هو الكبير ده بتاع اللحمر رابط وصفر والريسيفر الجديد اللي هو الميني بتاع الاتش دي لو انت عندك رسيفر قديم وحبيت تشغيلها على شاشة الكمبيوتر فانت محتاج حاجة اسمها التيفي بوكس اللي باختصار شديد بيحول لأوديو فيديو اللي هو مداخل الصوت بتاعة اللحمر رابط وصفر فبالتالي شاشة الكمبيوتر اللي هي فيها مدخل الفيجا اللي هو المدخل الزرق تقدر انك من خلال التيفي بوكس بدخل كابل الفيجا ده عادي. ومن ناحية تانية بتوصل مداخل الصوت اللي هي الاحمر وبيض اصفر على القديم وبالتالي بيكون الشاشة اشتغل التلفزيون. التفي بوكس برضو فيه ميفا تانية ان هو فيه كمان مدخل لاريا الارضي. فانت لما بيجيب التفي بوكس عشان تشغله فبيعتبر اديك ميفا جديدة او ضفا جديدة وهي اه انك تقدر توصل لاريا الارضي. اه وتقدر تفتح القنوات بتاعة الفضائية اللي هي بتاعة الارضي. تمام كده? لكن العيب بتاع تفي بوكس اللي فقره غالي جدا بحوالي متين وتلاتين جنيه او متين وعشرين جنيه. وكمان والجودة بتاعة المداخل القديمة اللي هي اللحمر وبيض اصفر للاسف سيئة جدا. فانفحت لك الافضل انك انت بدلا ما ترى تشتري تفي بوكس بمتين وتلاتين جنيه ولا متين وعشرين جنيه. ممكن تشتري دي فقره بحوالي مية وسبعين جنيه او مية وتمانين جنيه. وهيديك جودة اعلى وكمان طريقة توصيله افضل بكتير. كده احنا خلصنا الريسيفر القديم. ندخل بقى على الريسيفر الهو الصغير او بنسموه الميني او حتى لو انت عندك كارت شاشة وفيه مدخل الهو عايف توصله على الشاشة. عندنا ثلاث كاملات تقدر من خلالهم انك توصل الشاشة دي على الريسيفر او على كارت الشاشة اللي فيه الهو اول حاجة معانا ودي اسمها القطعة دي بيبقى فيها ناحية اللي هي بتاعت ما اتخل الدي في اي اللي احنا كلنا عارفينه مش مدخل الدي فيجا بقى مدخل اتش دي معي. القطعة دي بتركب في الشاشة في مدخل دي في اي. وتجيب كابل اتش دي بتوصله او بتوصله للريسيفر بتاعك وبتشتغل. مميزات القطعة دي ان فعرها رخيف جدا. فعرها حوالي خمستاشر او عشرين جديد. وكمان انها ما بتبصش يعني هي بش زي حاجات انها نتكلم عنها لسه كمان شوية. القطعة دي ما بتبصش هي عبارة عن قطعة عادية جدا بتركبها في الشاشة. اللي هو بتاع القطعة دي ان هي مش بتجيب على كل الكروت الشاشة وبش بتجيب على كل الريسيفرات. فبالتالي ممكن انك انت هتوصلها وتلاقيها ما لقطتش الشاشة. فهي مش دايما عملية وبش دايما هتجيب معك على كل الشاشات او كل الريسيفرات. لكن هي انت ممكن تجربها لو جابت معك طبعا بتبقى اختيار كويس جدا. تاني حاجة معنا بقى وهو كابل. الكابل ده على بعضه اسمه كابل اتش دي دي في اي. ناحية اللي هي الكونفيرتر اللي حتى موضحنا. لكن هي هنا عبارة عن كابل كامل. طبعا المميزات بتاعت الكابل ده ان هو على عكس هو بيقرأ على اي كارت شاشة وبيقرأ على معظم الريسيفرات بميسبة خمسة وتسعين في المية الا لو كان الريسيفر السوفتوير بتاعه قديم قوي. هنشرح برضو ازاي تشغلو. اه طبعا الكابل ده سياره بحوالي من اربعين لخمسين جنيه. لكن صراحة بيسيلك محمل وبيبختيار كويس جدا. ايوب الكابل ده انه هو مفهوش مدخل لتوصيل السماعات. لو الشاشة مثلا بتاعت كميوتر نفر السماعة. ففي حاجة لسا نشرحها كمان شوي. فيها مدخل توصيل سماعة خارجية. انما هنا الكابل بيش متاح لك الميزة دي فيه. عبارة عن كابل على بعضه. فانت رايز توصل سماعة خارجية بتوصلها في الريسيفر مباشرة او بتوصلها في كيسة الكمبيوتر. اخر حاجة بقى معنا وهي الاتش دي فيجا. انا هنا بقول ما بقولش كابل. لان هي دي عبارة عن تحويلة من مدخل لمدخل مميزات التحويلة دي هي اول حاجة بيبقى فيها مدخل لتوصيل السماعة الخارجية. فتقدر هنا توصل السماعة الخارجية في التحويلة ذات نفسها. تاني حاجة التحويلة دي هي التحويلة اللي بتقرأ على اي شاشة واي ايا كان. لان هي دي بيش عبارة عن كابل او عبارة عن كونفيرتة ازغنرة. لا ده هنا هنا في قطع بوردة. وقطعة البردة دي في بتقدر ان هي تتعرف وتقدر انها تفهم ازاي تزبط بتاعها على جودة الشاشة على اي حاجة على ايا كانت. فالصراحة القطعة دي هي افضل قطعة في انها تقرأ على اي جهاز واي حاجة. القطعة دي لازم عشان تشغالها بتحتاج معها كمان كابل الفي جي اي انك توصله في الحتة دي. والنحية التانية بتوصله في كيسة الكمبيوتر. ايوب القطعة دي ان هي بتاعتها بتسخن مع مرور الوقت ومع الشغل. فانت لو بتشغل الشاشة فترات طويلة جدا فالاسيو يهب تتحرق فيها ممكن خلال شهر او شهرين لو انت يعني شغال مكسف على الشاشة تلاقيها باظت وتلاقي نفسك كل شوية بتغيرها. كده انا شرحت لك كل الكابلات وكل التحويلات اللي تقدر منها تشغل شاشة الكمبيوتر على الريسيفر او تقدر تشغلها على كارت الشاشة. كل واحد فينا بيشوف الحاجة اللي تنسبه والحاجة اللي هتبقى مميزة معايا وهتنفعه باكسر استخدام. في حاجة برضو لازم تعملها لو على الريسيفر. قبل ما توصل الشاشة على الريسيفر اضبط الجودة او بتاع الريسيفر ذات نفسه على سبعمية وعشرين بستين هرتز. لو انت مش عارف ازاي بتدخل على بتلاقي في حاجة اسمها اعدادات الجودة او اعدادات اي في. بتدخل على اعدادات الاي في بتلاقي في بتصبطه على الف متين وتمانين في سبعمية وعشرين بستين هرتز. هتظبطه على الجودة دي. اه قبل ما تتوصل اي حاجة من التحويلات دي. ده بالنسبة للريسيفرات. بس كده. دي كده كده عدة طرق توصف منها شاشة الكمبيوتر وتشغل على زي شاشة التلفزيون. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشغيل تحت على زر اللايك واشترك في القناة عشان ينصل على كل فيديوهاتنا اول باول. وكان معكم يوسف الشبراوي. السلام عليكم.